وأعتقد وصلنا نهاية الحلقة؟ لا لسه ما وصلناش نهاية الحلقة يا جماعة أسامة مصمم ما ناخدش الفكر هنعلاقوت أسوال أنت مش عايز تجيب اللي عليك ليه؟ اللي عليك؟ أنت مش لك عند الناس تشيرتين هو تشيرت واحد تشيرتين بس أنا خدت تشيرت الواحد شفت ودي ما عندش مشكلة؟ أجرفت لين عشان تجيب الواحد؟ أسلام أنا فاهمك لو بدأت معك الواحد لأ أقلأ هنروح فين؟ كله مسجل أنا بس الناس بس والله أسامة الناس بس إحنا نهينا الحلقة الحلقة امتهت ما فيش هناخد التوقعات لأن كله بسأل يا سمير ما إحنا عندنا وقت عندنا وقت الناس بتقول لك خدوا الفكر السؤال بقى أنا كلما الناس تقابلني تقول لي سألنا أسامة سؤال واحد تفضل جاب السقة وهو بيقولك لا ما تقولش ما تقولش اللي حيصى قول إنت هتجيب التشيرتين جفت السقة دي أنا أصلا يعني إيه أقولك بقى الحقيقة الخالية الحقيقة الحقيقة بره حقيقة أن أنا حبيت أعمل الفقرة دي جو فقلت توقع توقع خارج السندوق كده ومفيش مشكلة فارس هيطلعنا نصر شوية عارفك مش بتاع الكلام ده حنعرج مين بتاع الكلام ده بس عارفك أنت كان عندك مسببات أنا عندي كان عندك مسببات ودد كل المدارس لا مش ضد كل المدارس يعني قطر صفر نقاط يا رجل قلت لي استعدت ضد مدارس مختلفة عارف أنت عارف أنت اللي هو خزلوني خزلوني يعني بس أنا يا جماعة بس خد ملك لقيت ناس كتير قالوا لي على فكرة سمحنا كنا متوقعين أن فعلا قطر ممكن تعمل حاجة زي ما أنت بتقول الأسباب اللي أنت قلتها الأسباب اللي أنت أقنعتهم بها يعني ليه هما لعبوا كوبا أمريكا ولا ملعبوش ده أنت قلت ضد كل المدارس لحظة بس لعبوا كوبا أمريكا ولا ملعبوش بص لعبوا لا كمل كمل لعبوا ككاف ولما لعبوش وصلوا سيمي فاينال شاركوا في أمم أوروبا أو في تصفيات أمم أوروبا أو لا واتهزموا فقط لغير على الأرضهم من برتغال بص التحضير ده حاجة بتقول لا أحظة بس أكمل أكمل أعتراف الناس في قطر نفسها لا ما ده بقى اللي هنقوله بعدين خليه أقول بس المعلومة ليه جبت استنادت على إيه استنادت على إيه أن أنت كمان خدت بطولة أسيا لقيتوا بطولة عربية كويسة جدا قدام أمان المتخبطة عربية استعداد قطر لكاس العالم كان عظيم جدا بس هما تسيوا استعدوا بالمنتخب يبقى مشكلة أنا لا طبعا زنبنا والله الاتحاد القطر يا أخي المفرودي يكرمك لأن أنت كان عندك ثقة أكثر من الاتحاد القطر بنا أقولك نقطة ده أول فريق يكون بيلعب مباراة في تحية ومنظم البطرة وبيخسر أنت بتحربون يا جماعة كل يوم أجيب المجلس لابدوني على النهاء على فترة لازم يدوني على النهاء وأنا بنشهد الاتحاد القطري أنا مع الراجل ده كان عنده سقف توقعات معاكو مش موجود طب أمريكا ويلز ده أنت راجل صدقت ويلز بس اتعدلت مع أمريكا فارس أهو استنوا برضو كنت مراهن على ويلز يا منه لا جارس بيل برضو جارس بيل جارس بيل مش مركز في الكرة دلوقت مركز في حاجات تانية خالص بس خلونا نستعرض معاكو أنت ليه تستعرض ليه ليه أنت خلاص يعني لا أنا استعرض عشان نشوف أخطائك الكتير هم أول مجموعتين يا جماعة حسموا القصة خلاص يعني أسامة كان متوقع هولندا وكتر طبعا هولندا والسينيال ده توقع صحيح كان ليه فخلاص المجموعة دي محسومة والمجموعة التانية محسومة بعد كده بقى بدأنا نجود يعني يا الله نور عليك ده شغل بقى إيه الدب باندا الباندا بقى أيوا أفعا عند النقطة دي لحظة لحظة قبل ما تكمل كان فيه إرجاعلي بعد إذنك مخرج لشان الحتة دي مهمة جدا قالك كان فيه مفاجآت اعترف أن فيه مفاجآت لا لحظة البطولة كلها فيها مفاجآت والجولة التالتة كانت كلها فيها مفاجآت ليه ما بنعتبرش أن خروج قطر مفاجآت مش حقيقي يا عمي أنا عايز أقولك أنا أساسا في الحلقة صدمت السبب كل مواقع الترشحات وكل التحليلات أنت أول حد قبله كان يقول قطر لا أنت كده مش بتقابل ناسك تي أنت بقابل ناسك تي الأرجنتين والمكسيك أنت توقعك زيه لما بدأت تقلدني ضعت صح دا حي فرنسا والدلمارك برضه ضعت أنت ما تمشيش وراي طبعا عايزين نقول أن كان فيه فعلا مفاجآت في المجمع دي وأسبانيا وألمانيا أنت توقعت ألمانيا تتصدر لا بس خد بالك لهم حتى غلط مجاملة لا بس بس أنا خلينا أقولك حاج توقعت ألمانيا تتصدر ولا لها لا ما تكتزقش الكلام أنا أقولت أستنى بس أنا قلت بوضوح يا جماعة ألمانيا دي ما حدش عارف لها حاجة ماشي ما احنا كلنا ساعتش تدخل المجموعات تخرج من المجموعات أو تتصدر المجموعات طب أنا بقى رأي إيه أنا رأي إيه إن أنا من الآن وبسبب ألمانيا التشيرت بقى تشيرتين بسبب خروج من منتخب الألماني من البطولة دي لأن بعد اللقطة الأولى في المباراة اللي بتتحية لمنتخب ألمانيا كنت عايز إن أنا ما عنديش أدنى مشكلة إن ألمانيا تخرج من البطولة وبسبب خروج ألمانيا واحتفالا بخروج ألمانيا التشيرت بقى تشيرتين طب حلو والله أنا بحقيك على هادي الأروبة اللي أنت بتديها طيب عشان طبعا فيه فيديو لازم نخدم معنا بمناسبة إن الأرجنتين ما نخيب بس يحصل المنتدى ولا حاجة ها دوما مشكلة